ماذا لو قلت لكم أن صورة فلكية واحدة التقطت في ظلام كسوف الشمس لم تكن مجرد نشهد جميل بل كانت المفتاح الذي أعاد كتابة قوانين الجاذبية وحول عالما مغمورا يدعى ألبرت أينشتاين إلى أسطورة عالمية بين عشية وضحاعة هذه ليست قصة خيالا علمي هذه هي الحقيقة المذهلة التي غيرت كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم هل تسألتم يوما كيف يمكننا رؤية النجوم في وضح النهار؟ لا، ليس عندما نتمنى أمي بل في الواقع هناك طريقة واحدة فقط أثناء كسوف الشمس الكلي تخيلوا معي يجب أن تكونوا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب تحت سماء صافية تماما تقفون في المساري الضيق حيث يحتل القمر مكانه المثالي بين الشمس والأرض عندما يمر القمر أمام قرص الشمس تتحول السماء إلى ظلام دامس بما يكفي للسماح للنجوم البعيدة بالظهور انتقطت العديد من الصور لكسوف الشمس الكلي عبر التاريخ ولكن هناك صورة واحدة فقط واحدة غيرت كل شيء لم تكن مجرد صورة جميلة بل كانت دليلا قاطعا على فكرة ثورية أعاد التعريف الجاذبية بالكامل ودفعت ألبرت أينشتاين إلى الشهر العالمي لماذا؟ لأن النجوم في هذه الصورة لم تكن في مكانها المفترض لفترة طويلة جدا لأكثر من مئتاة عام كان فهمنا للجاذبية يستند إلى عمل إسحاق نيوتن العبقري في عام 1687 نشر نيوتن كتابه المبادئ الذي عرف فيه الجاذبية ققوة جذب متبادلة بين الأجسام الضخمة مثل المجوم والكواكب وهي التي تحافظ عليها في مداراتها الأمر بسيط ومباشر أليس كذلك؟ قوة تسحب الأشياء نحو بعضها البعض لكن أينشتاين هذا العقل الفد رأى الأمر بشكل مختلف تماما السبب الجوهري الذي جعل أينشتاين يفكر في الجاذبية بشكل مختلف عما وضعه نيوتن هو نظريته النسبية الخاصة التي نشرها في عام 1905 هذه النظرية أظهرت أن الزمان والمكان ليس مطلقين بل نسبيان ويعتمدان على حركة المراقب هذا التفكير الجديد دفعه إلى مراجعة نفهوم الجاذبية بالكامل وأدرك أن نظرية نيوتن التي تفترض انتقال الجاذبية بشكل فوري تتعارض مع مبدأ ثبات سرعة الضوء كأقصى سرعة ممكنة لأي شيء في الكون ولحل هذا التناقض بدأ أينشتاين رحلة فكرية شاقة استغرقت منه عشر سنوات كاملة من العمل الشاقي والمكثف خلال هذه الفترة أدرك أن الزمان والمكان يجب أن لا يعامل ككيانين منفصلين بل يجب دمجهما في كيان واحد رباع الأبعاد يعرف باسم الزمكان وهذه الفكرة المحورية كانت قد ابطرحها عالم الرياضيات الألماني هيرمان منوفيسكي أستاذ أينشتاين السابق في عام 1908 في نظرياته النسبية العامة التي نشرها عام 1912 قال بأينشتاين الموازين قال أن الجاذبية ليست مجرد قوة بين الأجسام في الفضاء بل هي تأثير هذه الأجسام على شكل الزمان والمكان نفسه تخيل أن الأجسام الضخمة مثل الشمس تسبب إنحناء في هذا النسيج الزمكاني المحيط بها لذا عندما يتحرك جسم أزغر في خط مستقيم عبر هذا الزمان والمكان المنحني فإنه ينحرف عن مصاره بفعل هذا الإنحناء الناتج عن كتلة الجسم الأكبر وهذا ما يضع أحد جسمين في مدار حول الآخر والآن يأتي الجزء المثير إذا كان آنشتاين على حق فإن هذا الإنحناء نفسه يجب أن يحرف مصار الضوء أيضا هذا يعني أنه إذا نظرت إلى نجم بعيد عبر تيسكوبك على الأرض بينما تكون الشمس بينك وبين النجم فإن ضوء النجم سينحرف بفعل جاذبية الشمس مما يجعله يبدو وكأنه في غير مكانه بقليل ويا لها من فكرة ثورية كانت هذه الفكرة تحتاج إلى إثبات ولكن كان هناك عائق كبير يقف في طريق آنشتاين العالم كان في حالة حرب وآنشتاين كان يعيش في ألمانيا بينما عمله وصل بطريقة ما إلى يدي العالم الفيزيائي الفلك البريطاني آرثر أديمتون وعلى الرغم من أن بلادهما كانت في حالة حرب قرر أديمتون بالتعامل مع عالم الفلك فرانك دايسون اختبار نظريت آنشتاين كانت خطتهما بسيطة لكنها جريئة سيقومون بتصوير كسوف شمس كلي ثم سيقارنون موقع مجموعة من النجوم في السماء الليلية بصورة لنفس النجوم أثناء الكسوف وهنا يكمن الاختبار الحاسم إذا تغيرت المواقع الظاهرية للنجوم فسيكون ذلك دليلا قاطعا على أن ضوء النجوم قد انحراف بفعل الزمكان المرحني حول الشمس ولكن الأهم كان معرفة مقبار هذا الانحراف فحتى نظرية نيوتن بافتراب أن الضوء يتكون من جسيمات تمتلك كتلة وحتى لو كانت ضئيلة جدا فقد تنبأت بأن هذه الجسيمات ستتأثر بقوة الجاذبية الصادرة من جسم ضخم مثل الشمس وبالتالي نظرية نيوتن الجاذبية تنبأت بانحراف الضوء بالقرب من الأجسام الضخمة وبناء على قانون الجذب العام للنيوتن فإن أي جسم له كتلة حتى لو كانت كتلة جسيم الضوء صغيرة جدا يجب أن تتأثر بقوة الجاذبية الصادرة من جسم آخر ضخم مثل الشمس إذن نظرية نيوتن الجاذبية تنبأت بانحراف الضوء بالقرب من الأجسام الضخمة ولكن حسابات نيوتن كانت تشير إلى مقدار معين من الانحراف بينما نظرية أينشتاين لنسبية العامة تنبأت بانحراف يعادل ضعف ما توقعه نيوتن هذا الفارق الكبير هو ما جعل الكسوف فرصة لا تقدر بثمن لإثبات أيهما كان على صواب كان كسوف مايو 1919 هو الفرصة المثالية لهذه التجربة الفريدة ولماذا؟ لأن الشمس كانت ستكون أمام مجموعة كثيفة جدا من النجوم تعرف باسم مجموعة الثريات وهذا يعني أن العديد من النجوم الصادع ستكون مرئية بوضوح أثناء الكسوف بدأ التخطيط لهذه المهمة الطموحة في عام 1917 وبعد عامين انطلقت بحثتان من إنجلترا إحداهما بقيادة أدنجتون نفسه واتجهت إلى جزيرة برينسبي في غرب أفريقيا والبحثة الأخرى ذهبت إلى سوبرال في البرازيل ولماذا هذا المكانين بالذات؟ لأنهما كان يقعان في مصاري الكسوف وكانا يتمتعان بمناخ مناسب لإجراء الموحظات كل مجموعة حملت معها تليسكوبات تصويرية قوية قادرة على تسجيل صور مفصلة للفضاء على ألواح زجاجية كان تصوير كسوف مايو يتطلب نقل هذه المعدات الضخمة وتجميعها بعناية فائقة في الميدان حتى إنهم قاموا بإمالة الألواح بزاوية 45 درجة على أحد التليسكوبات لضمان التقاط أكبر قدر ممكن من النجوم وهذه كانت النتيجة هذه واحدة من الألواح القليلة الناجحة من بيثة عام 1919 لقد جاءت من البرازيل تظهر بوضوح كسوف الشمس أثناء الكسوف الكلي وهالة الشمس المذهلة وظهور بروز شمسي نادر ولكن الأهم من كل ذلك أنها أظهرت النجوم الساطعة في مجموعة الثريات وعند عودته إلى إنجلترا قارن أدنجتون موقع النجوم من لوحة الكسوف مع موقع آخر في السماء الليلية باستخدام جهاز دقيق للغاية يمكنه إجراء قياسات داخل الصور على المستوى المجهري وما كشفته المقارنة كان مذهلا النجوم تحركت أثناء الكسوف بنفس المقدار الذي توقعه أينشتاين تقريبا لقد أظهرت نتيجة أدنجتون أن انخراف النجوم كان أقرب إلى حسابات أينشتاين بكثير من حسابات نيوتن وعلى الرغم من التحديات التقنية في تلك الحقبة كانت النتائج قوية وحاسمة مما أثبت بشكل قاطع صحة نظرية النسبية العامة وغير فهمنا للكوم بالكامل أعلن عن نجاح هذه التجربة التاريخية لأول مرة في صحيفة التايمز اللندنية في السابع من نوفمبر عام 1919 بعد عام تقريبا من نهاية الحرب العالمية الأولى كان الأمر مثلا رجل إنجليزي فزل جهودا جبارة لإثبات أفكار رجل ألماني وأثارت الأخبار التي تفيد بأن الفضاء منحرف بالكواكب والنجوم حماس العالم أجمع أينشتاين الذي كان معروفا قبل هذه اللحظة فقط في عالم الفيزياء أصبح من المشاهير بين عشية مضحاها ظل رمزا لاستقافة الشعبية العالمية لبقية حياته وموضوعا مفضلا لمصورية الصحافة ظلت مراقبة الكسوف إحدى الطرق لاختبار النسبية العامة لأقود القادمة ومع التطور الهائل للمعدات والتقنيات تم تأكيد نظرية أينشتاين بدراسات لا حصر لها ومرارا متكرارا لتصبح حجر الزاوية في فهمنا للكون لقد سمخت النظرية النسبية العامة لعلماء الفيزياء بالبدء في فهم فهي متقدم حول الكون مثل الثقوب السوداء وقد خصصنا حلقة لها سأضع رابطة في صندوق الوس وهذا قادنا في النهاية إلى هذه وهي أول صورة لسقب أسود التقطت عام 2019 بعد قرن كامل من إثبات أدنجتون لنظرية أينشتاين لأول مرة من خلال صورة واحدة وتغير تعريفنا للجاذبية تماما يا له من إنجاز قصة ملهمة عن الشجاعة العلمية والأقول اللامع وكيف يمكن لصورة واحدة أن تغير مصار تاريخ البشرية ربما لم يتخيل أينشتاين أن ضوء نجم بعيد بعد ملايين السنين من السفر سينحرف لحظة مروره قلب الشمس ليجعل من اسمه أيقون في أقول الناس لا تنسوا الإعجاب والاشتراك المزيد من المحتوى المثير وإلى اللقاء في الفيديو القادم وإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر